موسيقى توبة للذي ينال الفهم موسيقى وطالب الرب يفهمون كل شيء موسيقى ليفهم القارئ موسيقى اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمة ورحمة وبركة للأبد أمين ليفهم القارئ بدأنا الحلقة الماضية يا أحبائي نتأمل كيف نقتني الفهم الروح وقلنا نمرة واحد إلهنا القدوس هو مصدر الفهم الروحي زي ما بيقول سفر الأرسال ومعرفة القدوس فه نمرة اتنين خلي بالكم يا أحبائي من نمرة اتنين دي مهمة أول توبة وإعداد القلب للفهم توبة وإعداد القلب للفهم ما لغة بريال نقرأ في دانيال عشرة إنه قال لدانيال النبي من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم سمع كلامك وأنا أتيت الكلامة من اليوم الأول الذي جعلت قلبك فيه للفهم يعني قلبك مستعد للفهم يستعد بإيه بالتوبة بالتوبة نرى يا أحبائي في سفر أشرية النبي في أشرية ستة بيقول إيه ثم سمعت صوت السيد من أرسل ومن يذهب من أجلنا فأجبت أشرية النبي بيقول فأجبت ها أنا ذا فإرسلني فقال الرب ظلظ قلب هذا الشعب وفق لأذنيه وأطمس هذا الشعب عينيه لأن لا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى قلب التائم يسهم القلب التائم يسهم القلب التائم يسهم ولو أنت في فترة خطيئة ما تاخدش قرارات قراراتك مش هتبقى مظبوط استنى لما تعيش فترة توبة لأن في فترة توبة هتفهم مظبوط وربنا قال لأشياء النبي غلظ قلب هذا الشعب وسق لأذنيه وأطمس هذا الشعب عينيه لأن لا يبصر بعينيه ويسمع بهذنيه ويفهم بقلبه ويفهم بقلبه التائم ويرجع فيشفى عشان كده في مسأل الزارع في متة 13 رب المجد قال إيه من أجل هذا أكلمهم بأمثال لأنهم مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون فقد تم تسيون نبوة أشياء النبي تسمعون سبعا ولا تفهمون ومبصرين تبصرون ولا تنظرون لأن قلب هذا الشعب قد غلظ وأذنهم قد ثقل فماعا وغمضوا عيونهم لأن لا يبصروا بعينهم ويسمعوا بأذنهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم زي ما الملاك لابريال قال لدانيال النبي من اليوم الأول الذي جعلت قلبك فيه نلفاء قلبك بيه مستعد أنه يفهم بالتوبة القلب التائب يفهم وزي ما بقولك أيها الحبيب وياها المبارك لو أنت في حالة خطيئة ما تاخدش قرار استنى لما التوب وتعيش التوبة لأن لما تكون تايب هتفهم هتفهم كيف نقتني الفاه نمرة واحد ربنا نصدر الفاه نمرة اتنين توبة القلب وإعداد القلب أنه يفهم بل قلب مستعد أنه يفهم نفس هذه الآيات أحبائي تكررت في أعمال ثمانية وعشرين يقول الكتاب المقدس في أعمال ثمانية وعشرين عن القديس بوليس عينوا له يوما فجاء إليه كسيرون من اليهود إلى المنزل في روميا فتفق يشرح لهم شاهدا بملكوت الله ومقنعا إياهم من نموس موسى والأنبياء بأمر يسوع من الصباح إلى المساء بيكلموا من الصباح إلى المساء فاقتنع بعضهم بما قيلوا بعضهم لم يؤمنوا فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم مع بعض لما قال بوليس كلمة واحدة أنه حسناً كلم الروح القدس أباؤنا بأشياء النبل قائلاً اذهب إلى هذا الشعب وقل ستسمعون سمعاً ولا تفهمون وستنظرون نظراً ولا تبصرون لأن قلب هذا الشعب قد غالوزة وبأذنهم سمعوا فقيلاً وأعينهم أغمضوها لألاً يبصروا بأعينهم ويسمعوا بأذنهم ويفهموا بقلوبهم التائبة ويرجعوا فأشفيهم بعد كده معلمنا القديس بوليس قال لهم فليكن معلوماً عندكم أن خلاص الله قد أرسل إلى الأمم وهم سيسمعون كيف نقتني الفهم يا أحباء نمرة واحد إلهنا القدوس هو مصدر الفهم زي ما سفر الأمثال قال معرفة القدوس فهم نمرة اتنين إن القلب بتائم نعد القلب للفهم زي ما المناج جابريال قال لدانيال النبي من اليوم الأول الذي جعلت فيه قلبك للفهم سمع كلامك وأنا أتيت من أجل كلامك تجاهز قلبك بالطوب إلى اللقاء يا أحبائي في الحلقة القادمة لنستكمل أبمنا في كيف نقتني الفهم الروحي لإلانا كل مجد وإكرام من الآن والأباد آمين ترجمة نانسي قنقر